السلام عليكم ازيكم عاملين ايه رابطكم بخير? عايز اقول لكم بقى يعني اتخذنا كده على اخوانا بجد بمعنى الكلمة. اه قاعدين بقى كده لابنا والعلينا. لقيت اختي كده جاية وجايبانا معاها. اه طرط بقى وبتاعدة ومن اكلير وحاجات كده. اللي هو احنا استغربنا هو في ايه? اعتقد ان هرده بقى كان عيد ميلاد اخونا واخويا الصغير وحنا ناسين خالص الموضوع. اه فهي كانت فاكرا عيد ميلاده وكده. راح تنزلت بقى وجابت له الحاجة وجيت بقى فجأتنا كلنا كلنا بها. احنا قاعدين بقى ما كناش اخذين بلنا جماعة. اه بتاع ده هي عما تقول استنوني عند عند مامتنا. يعني احنا نروح عند مامتنا في البيت. استنوني هناك. استنوني هناك. واختي التانية كانت جاية من بيتها وقاتت لها استنيني هناك. قاتت لها انا مشيا عشان يعني الوقت تتأخر وكده اتلاقي استنيني. فاللي هو احنا بقينا قاعدين مستغربين فعلا مش عارفين في ايه. اه نتفاجي بقى ان هي جايبة للترط والحاجات دي. وجاي بقى ايه? عشان نعمل الاحتفال بتاع عيد الميلاد. بدأت ان هي تطلع بقى ايه? تخرج الحاجة كده من العلب بتاعتها. هتفتح العلب. زي ما انتم شايفين كده. وبص بقى كده وراحت ايه? آآ فتح العلب كده كلها وحطوها كده زي ما انتم شايفين. ورصنها كده. وطبعا كيت جايبة شموع بقى وكيت جايبة ارقام يعني هو كامل العشرين. آآ بتاع ده. آآ وجايبة بقى ايه? كمان? جايبة الشمع اللي هو ايه? بيطلع آآ بيطلع نهار ده. اللي هو اللي بيفرقعت ده برضو كات جايبة. بص بقى هو كان تمل خلاص العشرين سنة فطبعا لان احنا عددنا كان كتير شوية. فهي جابت ايه الجاتو وجابت آآ جابت التورتة وجابت معا الميني كلير وجابت كوكهولة وحاجات كده. آآ فايه فبدأت بقى ايه? آآ وجابت بقى وفتحت بقى البلونات وكاتت جابة بلونات بقى وحاجات كده عشان الولاد كمان وكده. فبدأت بقى ان هي تطلعها كده من الكياس والولاد دي عدوا ينفخوا في البلونات وتسلوا فيها آآ وترس بقى الشموع وترس الحاجة بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده صراحة ومشاء الله كانت جميلة جدا يعني حفلة عيد المادي كانت جميلة ويعني ما بتكون على فجأة كده وتلاقي ان حد فجأة بيها بتكون مختلفة غير لما تكون حسب لها بقى او متوقع لها وكده هبصوا بقى الترطاية الكبيرة ما شاء الله عليها آآ نص فواكه هو نص شوكولاتة والترطاية برضو الصغيرة ده مني كده آآ بيكون محشي كاستر من من النص ومن فوق شوكولاتة وده الترطاية الصغيرة برضو نص شوكولاتة ونص فواكه فبتكون بالشكل ده معاها طبعا ايه الشمعة الصغيرة اللي بتفرقها دي وهنا كمان نفس الشكل كده طبعا بقى الولاد كولومبا وعمين بيلعبوه كده ايه بالبالونات ويتلعوا البالونات آآ ويعني ايه ينفخوا اللي انفخوا البالونات وقعضوا وربطوها وكده وبيلعبوا بقى كلهم بيها آآ بتاع ده يعني احنا ملحقناش اصلا ان احنا ايه نملى الدنيا بالنعلق البالونات او كده آآ بس الولاد قعضوا يلعبوا بيها وبقوا محدفنها كده في كل مكان فكان شكلها برضو حل آآ وبنولع بقى كده ايه مكان بنولع الشمع بده بقى كده ون ايه ونجهز الكوبات والحاجة عشان خاطر بنعمل بيها ايه نحط فيها الكولا ممتي بقى قاعدة هي من ورا طبعا ممتي كانت مصدومة جدا لان هي مش عارفة وإحنا جينا وقعدنا معها وهي قاعدة مستغربة هو في ايه اختي كاد بتقول لها انا ماشية من بدري وكده وماشية من الصبح وكده فهي الوقت تأخر وهي لسه ما مشيتش فلا اهو كده في حاجة غلط فقاعدتها يعني كتير قوي تقول هو في ايه لأ هو مش متعودة هو في حاجة حصلت طب هي هما قاعدين بيعملوا ايه طب هما هي مستغربة لان احنا مكنت يعني انا مكنتش جاية افرقتك انا متني لأ تعالي فياستي لأ انا مش جاية انا مش فاضية لأ تعالي اه اخت التانية كانت مروحة بتها اتلاح لأ ما تروحش اه انا جايالك ما تروحش استنيني انا جايالك بصوا بقى ولعنا للشمع بالشكل ده كده مش الله عليه كان جميل جدا بصوا بقى بيفرع كده ويطلع نار صراحة شكله جميل جدا طبعا الاطفال بيتبسطوا ايه بالحاجات اللي زي كده قعدوا بقى قعدنا نغنوله اه يعني صراحة كان مبسوط جدا وكان متفاجئ لان دي اول مرة يعني من ساعد بابا يا الله يرحمه ما توفق اول مرة نعمل عيد ميلاد او كده فيعني كان الموضوع كان هو مستغرب ومتفاجئ وكان مبسوط في نفس الولد بس طبعا ما جايش يعني ايه احنا ما جيبناهوش في الفيديو عشان خاطرها مش بيحب يتصور صور الاطفال بقى كانوا فرحانين جدا عمالين ينفخوا كده في في الشموع وفي الحاجة بصي بقى اه انتي بقى الكوكاكولة والميني اكلير والتورطة باش بنشيل منها الشموع بالشكل ده وطبعا هي هتقطع هنه بالشكل اللي هتشوفو دلوقتي ده كده ودي تورطاية تانية هي بصي بقى بتبدأ تقطعها كده وتجيب بقى طبع وتعطها كده ايه على على الطبع ومعها ايه بقى قطعة من الايه من الميني كليير اشتركوا في القناة تبدأ ان هي ايه توزع بقى كده الاطباق بصي ده الميني كليير بصي بقى من جوه محشي ازاي محشي من جوه كاستر كده محشي من جوه كاستر كده وتلاقيه الطري كده وسائع بيبقى صراحة جميل جدا والجاتو طبعا يعني الحاجات زي جماعة يعني مينفعش تكليها باستمرار اه لان هي يعني خطر خطر شوي سكرها بيبقى يعني في نسبة السكرات فيها بتكون عالية وبتعلي سكر الدم ويعني ايه بتعمل حاجات كتير الصراحة وفي نفس الوقت خطرة على المزانية مش خطرة على الصحة العامة وبس المهم ده كده بقى شكل الحاجات بصي بقى يعني قطعت اول وحدة والتانية اه شي اتمنى يعني تقريبا في حدود نصها كده زي ما انتم شايفين بتمنى بقى الفيديو يعجبكم وتجربوه باكات كده كتير كتير وشير اكتر واكتبوه بقى في الكومنتات كل سنة وهو طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته